السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام الناس يتعاطفون مع الضعفاء لكنهم لا يتبعون إلا الأقوياء وبيبدأ فيلمنا النهاردة المقتبس عن قصة حقيقية في قرية دايتشون مع تشوان عمدة القرية واللي بيكون مترشح لمنصب المحافظ وهو داخل جنازة شخص اسمه تايسو وبيدخل وبينضم لطاولة أصحاب القدامى وبيفضلوا يتكلموا ويشربوا وبتبقى هواجة زوجة المتوفي مصابة بالخرف وعملة غني وجونج سو ابن المتوفي مصاب التوحد وعقله متوقف عند عشر سنين ويعتبر طفل وفجأة وسط الجنازة بتبدأ هواجة تضرب أخت المتوفي ولما الناس بتحاول تبعدهم عن بعض بيتفاجئوا بأن العمدة وزميله اللي كانوا معاه على الطاولة جالهم حال التسمم وبيحتضروا وفي نفس الوقت بمدينة سول بنشوف المحامية جونجان من أشهر وأفضل محامين العاصمة واللي برضو بتكون بنت تايسو المتوفي وهي في مرافعة قضية ولما بتخلص وبتروح تقعد مع مديرها في الشغل بتشوف في التلفزيون خبر الأبض على مامتها هواجة في إصابة خمس أشخاص بالتسمم بمبيدات حشرية ومامتها هي المشتبه الرئيسي للشرطة فبتمشي جونجان بسرعة وبتركب عربيتها علشان ترجع لقريتها وفي الطريق بتفتكر لما كانت بتجهز ورق التقديم في جامعة سول لكن باباها تايسو كان بيدربها وبيقول لها إنها مش هتعمل أي شيء في حياتها غير لما يموت وإنه هيفضل حبسها هنا طول عمره بس مامتها هواجة كانت بتدافع عنها وبتحميها منه وحتى لما جربت جونجان تنتحر مامتها أنقذتها وأول ما تعافت جونجان أخدت شنطتها وهربت من البيت ومن وقتها ما رجعتش للقرية تاني وبتروح جونجان تقابل مامتها وبتلاقيها مش فكراها ولا فكرة حاجة عن الحادثة وحالة الخرف اللي عندها بقت صعبة جداً ولما بتمشي من عندها وبتروح لمسرح الجريمة بتلاقي الظباط مهملين جداً وقاعدين يهزروا مع بعض ومش مهتمين بالتحقيق وبتقابل هناك أخوها المتوحد جونج سو وبتدافع عنه قبل ما الشرط يضربه وبعدها بتروح للمحكمة وبيبقى المحقق بيقول إن المبيدات اللي كانت في المشروبات موجودة على ملابس هواجة والشاهد بيقول إنه شاف هواجة وابنها وهم بيحطوا المبيد في المشروبات فبتتعصب هواجة وبتقول إن ابنها ما عملش حاجة وما بيعتربش محامي هواجة على أي حاجة ولما بتطلع جونجان بره بتهزق محامي مامتها وبتقول إنه مبتدئ لحد ما بيتعصب المحامي بيقول لها إنه استقال من القضية وعمتها بتزعق لها علشان ما حضرتش جنازة ضباها وبتسيبها وبتمشي وبترجع جونجان لمديرها وبتطلب إذنه في تولي قضية مامتها وبعد تردد بيوافق وبتروح جونجان تقابل قضية الضحايا لكن بتلاقي رفض مباشر في التعاون معاها فبتطلب مساعدة من شرط صديقها واللي بيقول لها إنهم أكبروا مامتها على الاعتراف على نفسها بعد ما هددوها إنهم هيلفقوا التهمة لابنها وبيديها فلاشة عليها معلومات بخصوص القضية وفي المحكمة بتقدم جونجان فيديو تحقيق الشرطة مع مامتها واللي كانوا بيزعقوا فيها وعايزين يضربوها وبتأكد بالصور إنه كان فيه تلاعب في الأدلة وكمان صورة بتجمع المدعي العام والمحقق الرئيسي والشاهد وهم بيتغدوا مع بعض وبتقول جونجان إن المحقق والشاهد أصدقاء من ابتدائي وأهليهم من ضمن الضحايا وبناء على كل الأدلة دي إن التحقيق كان من البداية غلط وبتطلب جونجان من القاضية إنها تطلق صراح هواجة وكمان تخليها تخضع لعلاج حالتها علشان يقدروا يوصلوا للحقيقة وبعد المحاكمة بيتعصى بالعمدة شوان على رجاله وبيقول لهم مهما حصل ما يطلقوش صراح هواجة وفي الوقت ده بتروح جونجان مع مامتها علشان تطمن على حالتها وبيقول لها الدكتور إن حالة مامتها في تداهور وسوق مستمر ولما بترجع جونجان الغرفة لمامتها ما بتلاقيهاش وبتشوف في الكاميرات إنها هربت وبعد جهود من الشرطة في البحث عنها بيقدروا يلقوها أعدل وحدها على الطريق وبتقبض عليها الشرطة وأثناء ما جونجان كانت موجودة معاهم بتقابل صديق لها اسم وانج كان معاهم في المدرسة وحاليا بقى شرطي ومعد ما بيسلم عليها بيطلب منها تيجي معا للقسم علشان في حاجة مهمة لازم تشوفها ولما بتروح معا بيوريها فيديو لمامتها من 3 شهور وهي دخلة للقسم وبتقول إن زوجها تايسو وكل أصدقاء قتله فبتسألوا لو حصل أي جريمة في الوقت ده فبيقول لها إن ما فيش أي قضايا حصلت من سنين غير قضية المالها وقضية مامتها وبتستغرب جونجان إن فيه مالها هنا لأنه معروف إن أهل القرية ما بيشربوش ومش بيروحوا الأماكن دي وتاني يوم العمدة تشوان بيعين مدعي عام جديد للقضية ولأن المدعي ده زكي جدا بيقول لتشوان إنه قدر يمنع عن هواجة الإفراد وفي نفس الوقت بتتاصل جونجان بعمتها وبتسألها هي عينة المحامي الأول لما موتها إزاي فبتقول لها إنها ما تعرفش وفجأة لقيته متعين في القضية فبتشك جونجان في الموضوع أكتر وبتروح للمحامي ده وبتسأله مين اللي خلا يتولى القضية ولما بيقول لها إنه مش متذكر بتسأله إذا كان شخص من المالها فبيرتبك المحامي وبيقول لها إنه ما يعرفش حاجة عن المالها ولما بتمشي جونجان بيتصل المحامي بشخص مجهول وبيقوله إنه جونجان سألته عن المالها لكن شكلها ما تعرفش حاجة وبيتفاجئ بإنه جونجان دخل عليه وبتقوله إنها نسي تليفونها وبتطلع هي اللي كانت سايباء ومشغلت تسجيل وسجلت المكالمة كلها وبالليل وأثناء ما جنجان كانت لوحدها في البيت وبتشوف صور باباها وأصدقائه بيهجم عليها شخص عنده أصار حروق في وشه وبيضربها وبيهرب على طول لكن بتقع منه ولاعة وهو بيهرب فبتروح جنجان تاني يوم للقس وبتطلب منه يعمل للولاعة دي فحص بصمات لكن الشرط بيقول لها إن في مليون ولاعة بالشكل ده وبيرفض يعمل لها الفحص فبتستعين بوانج صديقها للتحقيق في الاقتحام وبيقدر صديقها يعرف نوع الجزمة اللي كان لبسها المقتحم وبالليل بيروح المدعي الجديد لجنجسه وبيستغل تأخره الزهني وبياخد تليفونه وبينقل منه الفيديوهات والصور اللي عليه لحد ما بتقطعهم جنجان وبتزعق للمدعي ولما بتعرف هويته بتستغرب من شخص بالأهمية دي مهتم بالقضية بالشكل ده ولما بتطلع هي وأخوها من المكان بيهجم عليهم مجموعة أشخاص وبيضربوهم وبيقولوا الجنجان تبعد من هنا قبل ما تتأذي أكتر وتاني يوم في المحكمة بيقدم المدعي لعام دليل إن هواجه اشترت مشروبات قبل الحادثة بتلت أيام ومعنى كده إنها خططت لعملية القتل قبلها فبتقول جنجان إن تايسو هو اللي كان بيشرب فبيطلع المدعي صورة لتايسو من الصور اللي أخدها من تليفون جنجسو وبيقول إن حالة تايسو الصحية في آخر أيامه ما تسمحلوش إنه يشرب وبيطلب المدعي من القاضي إنه يستدعي جنجسو كشاهد وبالليل بتفضل جنجان تدرب أخوها على اللي هيقوله في المحكمة لحد ما بيسألها أخوها إذا كانت هي السبب في اللي حصل لعقله لإن بابا كان دايما بيقوله كده وبتفتكر جنجان لما كانت طفلة وأخوها متعلق بيها لحد ما بتوقع جنجان أخوها على ظهره من غير أصل وبيفضل باباها يضربها وبيقول لها إنها خلت ابنه الوحيد معاط لكن مامتها كانت بتدافع عنها وبتقول إن هي السبب مش بنتها وتاني يوم في المحكمة بيفضل المدعي الجديد يضغط على جنجسو علشان يخليه يعترف على نفسه لحد ما بتتعصب هواجة وبتعترف إن هي اللي عملت الجريمة مش ابنها علشان تنقذه وبتفقد وعيها وبيتم نقلها بسرعة للمستشفى وبعدها بيروح المدعي لهواجة وبيقول لها تعترف على نفسها اعتراف راسمي وهيخرج ابنها من السجن فبتوافق هواجة ولما بتروح جنجان تقعد مع مامتها بتمضل مامتها تسألها عن جنجسو فبتعايد جنجان وبتقول لها إنها دايما بتسأل عن أخوها ومش فاكرها هي وبتسيبها وبتمشي وهي منهارة وبعدها بيجي اتصال لجنجان من صديقها إنهم لقوا المقتحم ولما بتروح لهناك بتلاقي المدعي هو اللي هيستلم القضية وبيطلقوا صراحي المقتحم ولما بترجع جنجان للبيت بتوقع صورة زفاف مامتها وباباها بالغلط لكن بتتفاجئ بصورة متقطعة كتير مخفية في البرواز وبتلاقي شنطة فيها تليفون متكسر فبتروح لشخص علشان يصلحه وبالليل بتجمع الصور المتقطعة وبتلاقي مكتوب عليها العروسة هواجة والعريس تشونو فبتروح لواحد من الضحايا وبتسأله مين تشونو ده فبيقول لها إنه كان ابن مدير المحجر اللي هم كلهم كانوا شغالين فيه زمان وفي يوم قرروا كلهم يغرقوا في المياه علشان لما أبوي موت ياخدوا هم المحجر وبالفعل غرقوا تايسو باباها بقى مدير المحجر وبعدها بفترة اتجاوز هواجة اللي كانت هتبقى زوجة الشخص اللي قاتله ولما بتمشي جونجان من المكان بتعمل حادثة مدبرة من العمدة تشوان وبتفوق في المستشفى وصديقها جنبها اللي بيديها خريطة الأرض اللي اشتراها تايسو وتنصب عليه فيها وهي مقسمة الأجزاء وكل جزء علي أسامي أشخاص ما تعرفهاش وبتروح تقابل تشوان وبتطلب منه يكون شاهد في المحكمة لكنه بيرفض وفي المحكمة جونجان بتستدعي يونج صديق تايسو من زمان وبيحكي إنه لما كان تايسو مدير المحجر وغاني جداً جاله شخصه وقاله إن في أرض معينة فيها منجم دهب كبير وبسبب طمع تايسو اشترى الأرض بسعر كبير جداً لكن كل دا كان نصبه والأرض ما كانش فيها حاجة فحاول يبزل كل جهده علشان يبقى العمدة وينخرط في السياسة ويعوض الفلوس اللي خسرها وكانوا بيساعدوا أصدقائه في كده وبيخلوا الراجل اللي كان العمدة وقتها يتنازل بالقوة عن منصبه لكن بعدها بيكتشف تايسو إن كل دا لعبة من أصدقائه علشان يخلوا تشوان هو العمدة وبيزعل تايسو من الخيانة دي جداً وبيفضل يهددهم إنه هيقتلهم بمبيت حشري فبتطلب جونجان من القاضي إنهم يستدعوا الناجي الوحيد من أصدقاء تايسو واللي هو تشوان كشاهد في القضية وبالفعل بيجي تشوان كشاهد لكن بيفضل ينكر كل حاجة وبيقول إنه كسب منصبه بنزاهة وبتصويت أهل القرية فبتطلب جونجان من القاضي تستدعي الشاهد التاني واللي هو مقتحم بيتها وبيعترف المقتحم إن تشوان هو اللي أمره يقتحم البيت ويسرق سند ملكية أرض قديمة تخص تايسو مقابل توظيفه في وظيفة مرموقة وكمان بيعترف إنه لما تقبض عليه المدعي العام خرجه من القضية رغم إنه كان عارف إنه مزنب وبعدها بتروح جونجان تستلم التليفون بعدما الشخص قدر يصلحه وبتروح تستنى قدام القسم علشان تاخد أخوها وترجع للبيت وهي مستنية بتلاقي فيديو على التليفون لباباها وهو بيقول إنه واجة بتحاول تسممه وتقتله من وقت ما عرفت باللي حصل لتشونه ولما بينزل أخوها بتسأله مين اللي كسر التليفون ده فبيقول لها إن مامتهم هي اللي عملت كده فبتروح جونجان تقابل مامتها وبتوريها صورة باباها وأصدقائه زمان وهم شباب فبتقول لها مامتها إنهم حسالة وبتحكي لها إنها في مرة سمعتهم وهم بيتكلموا عن قتل تشونو خطبها ولما تأكدت من كده وتأكدت إنهم مجموعة قتلة ابتدت تحط مبيت حشري في الأكل لتايسو ولما مات مسموم استنت الباقي يجو للجنازة وحطت لهم سم هم كمان وبتحكي لها عن تشونو وبتقول لها إن تشونو هو والد بنتها الحقيقي وإن من كتر زعلها على تشونو لما مات حاول التنتحر لكن تايسو أنقذها وقال لها إنه هيجوزها وهيربي بنتها على إنها بنت بالظبط وإنها وفقت تتجوز تايسو علشان يربي بنتها وبتقول إنها أم تستحق الموت لإنها ما قدرتش تحمي بنتها منه كل دا وهواجة ما تعرفش إنها بتتكلم مع بنتها لكن بعد شوية لما بتقدر تتعرف عليها وبتعرف إنها بنتها بتقوم تحضنها وبتبقى جنجان منهرة من العياض بعد كل اللي سمعته وعرفته وحتى ما بتبقاش عارفة تعمل إيه في قضية ما ميتها تبرقها رغم إنها مزنبة ولا تحكم ضمرها وتخليها تاخد جزائها وفي المحكمة جنجان بتستدعي تشوان وبتوريله الخريطة اللي متقسمة الأجزاء وعلى كل جزء اسم من أسام الضحايا وبتقول جنجان للقضية إن تشوان وأصدقائه هم اللي نصبوا على تايسو زمان وبعولوا أرض ملهاش قيمة بسعر كبير جدا وبسبب كده فالمتهم في القضية دي هو تايسو لإنه ما تحملش الخيانة اللي حصلت من أصدقائه وقرر يقتلهم في جناسته لإنه عارف إن ما فيش حد بيشرب المشروبات دي غيرهم هم وبتقدم دليل إن المبيت ده كان موجود على هدوم تايسو قبل ما يتوفى وبتقول لهم القضية إنها تحكم حكمها النهائي بعد الاستراحة وفي الاستراحة بتجيب جنجان أخوها وبتقوله إنها عايزة تطلب منه طلب وبنرجع للمحاكمة وبتستدعي جنجان أخوها جنجسو كشاهد وبيقول جنجسو إن بابا قاله يحط المبيت لأصدقائه في المشروب علشان هو عامل في أصدقائه مقلب وبعدها بتستدعي مامتها وبتسألها هي تبقى مين لكن مامتها بتقول لها إنها مش عرفاها فبتقول لكل الحضور وهي بتعيط إن مامتها مش قادرة حتى تتعرف على بنتها وده بيأكد إن حالتها الصحية ما تسمحش للتخطيط لجريمة قتل وكل الاتهامات اللي كانت ضدها كانت اتهامات سطحية وبناء على كل ده بتحكم القاضية على هواجة بالبراءة من التهم الموجهة إليها وبتخرج جنجان وهي حزينة وبيوقفها المدعي وبيسألها إذا كانت فعلا معتقدة إن مامتها بريئة فبتقوله إن مامتها خالت عقبها خلاص وبتودعه وبتمشي هي وأخوها ومامتها وبيروحوا للمكان اللي كانت مامتها دايما بتاخدها وبيقعدوا مع بعض هناك وبتستعيد ذكرياتها معاها وبيصورهم جنجي سو بتليفونه لإنه بيحب التصوير وبعد ما كانت مامتها بتدافع عنها دايما وبتحاول تحميها بعد كل السنين دي بترجع لها بنتها وبتدافع هي عنها وبتنقذها من السجن وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم ترجمة نانسي قنقر